السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكل اخواتي في كل مكان والورد بتاع النهاردة يا اخوة لكل انسان عنده هزيمة لكل اخت قلبها مكسور لكل اخ واخت نفسهم ربنا سبحانه وتعالى يكبر بخاطرهم اسم الله الجبار بس خليني قبل ما اقولك على طريقة الورد ده هتعمل ازاي هقولك على الاوقات المفضلة وهنا انا اتكلم عن جلسة خلو مش بتكلم على حاجة تتقال بالبغبغة وخلاص لا انا بتكلم على جلسة خلو مع رب العالمين يعني في مكان على جنب كده ببيتك او انت كذلك ونعمل الورد ده الاوقات المفضلة ليه يا في كيوم الليل يا بعد صلاة الفجر يا وراء صلاة العيشة مباشرة يا في وقت الضحى وطبعا في الاوقات دي كلها اكيد هنبقى متوضيين ومصليين ولكن لا مانع للاخوات اللي عندها عزر شرعي انها تطبق الورد ما فيش اي مشكلة ما فيش عزر شرعي يبقى نعمله على صلاة بعد ركعتين صلاة بعد اربع ركعت صلاة اللي ربنا سبحانه وتعالى يسرلك فيه الامر وانت كذلك ولو عملتوا بعد العصر برضو ما فيش مشكلة نقي الاوقات اللي احنا عدناها مع بعض دي ونفس فيها الورد ده وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك ويجبر بخاطرك وخلي بالك انت هنا هتتعامل مع اسم الله الجبار الله سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض فخلي بالك من النطق اللي انت بتقوله وكمان للناس اللي هي قلبها مكسور ولها حقوق ولها متعلقات ومش عارفة تتحصل عليها ينفع تعمله على عدو انت شايفه من وجهة نظرك انه ده تخطى حدوده ايا كان بقى هو يعني وضعه ايه اللي انت شايفه حواليك او اللي انت تعاملت معه وكل حقك وانت كذلك اللي انت شايفينه بمعنى صح تخطى الحدود وظلمك ظلم بين ينفع يتعامل عليه الورد ده وينفع يتعامل بنية الاصلاح ينفع يتعامل بنية تحقيق الامنيات المهم فيه جبر الخاطر يعني فيه تصليح للقلب فيه فوائد عظيمة للي يطبق الورد ده بيقين باستشعار ما يطلبه من رب العالمين بجلسة خلوة مع رب العالمين مش في الزيتة كده وخلاص وايضا الورد ده معاه الصلاة على النبي بالطريقة الابراهيمية الورد هيتقال بعدد تلتمية وتلتاشر وبعد ما نخلص بالعدد ده تلتمية وتلتاشر هنقول الصلاة الابراهيمية بعدد ستة وستين عدة ستة وستين مرة وصيرته بسيطة جدا طبعا دعاء الدعاء له طويل شوية ولكن اختصارا انت كده كده الاجابة في قلبك انت عارف نفسك انت عايز ايه فنقولها اللهم يجبار السماوات والارض اجبر بخاطري وربعض بعدد تلتمية وتلتاشر عدة اللهم يجبار السماوات والارض اجبر بخاطري اللهم يجبار السماوات والارض اجبر بخاطري بعدد تلتمية وتلتاشر وبعد ما خلصها اردد السلاة الابراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعدد 66 يعني بعد ما خلصت الثلاتمية و13 أرد للسناء الإبراهيمية بعدد 66 واختار بقى الوقت اللي ينسبك الاستمرار على الورد ده سبع أيام أو 14 يوم أو 21 يوم ودي طبعا لكل الفوائد اللي بقدمها هنا في القناة والاستمرار يأتي وراه النجاح تحضير القلب قوة النية في الشيء المطلوب أيضا ده مطلوب أثناء أداء الورد يعني على سبيل المثال انت بتعمل الورد ده لإنسان ظلمك وخد منك مثلا حقوق بتاعتك ومش رادي ادهالك فحط عليه الاسم هو بقى يعني افتار عليك وخد منك الحاجة دي غزبا عنك أو عمل معك أي موقف أو خد فلوس منك أو أي أشياء من الأشياء دي حط الاسم عليه أثناء ما انت بتنطأ اللهم يا جبار السماوات والأرض أجبر بخاطري وانت نيتك متوجهة على اللي ظلمك ده أو ده ظلمني الشخص ده ظلمني الأخت أو الأخ فيا ربي أجبر بقى بخاطري وفك حرقتي اتجاه الشخص ده اللي عمل معايا كده أيضا ينفع لأي أمنيات تانية كمثل أبواب رزق تتفتح لك كمثل دين يتسد كمثل الحاجة اللي هي حرق قلبك وتعباك اللهم يا جبار السماوات والأرض أجبر بخاطري الحاجة اللي جوايا اللي أنا بفكر فيها الحاجة اللي هم التقيل اللي على قلبي المشكلة اللي أنا وقع فيها الدين اللي أنا فيه أي حاجة أي إمكانيات تقدر تعمل عليه الورد ده يبقى 313 وعادة 66 الصلاة الإبراهيمية والاستمرار 7 أو 14 أو 21 يوم وبإذن الله بإذن الله في الفترة اللي أنت مستمرة عليها في الورد ده بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك ويجبر بخاطرك أهم شيء اليقين بالله سبحانه وتعالى أهم شيء الصقة فربنا أهم شيء أنك تكون قلبك حاضر نيتك حاضرة أثناء تطبيق الورد وتبقى عندك ثقة كاملة أن ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لك وهو اللي قال لنا ده اسم من أسماءه الحسنة ده اسم من أسماء الله الحسنة فأنت تقدر تدعي به بالحاجة اللي أنت عايزها بجبر الخاطر اللي أنت عايز ربنا سبحانه وتعالى يجبر خاطرك في الشيء ده أهم شيء ما يكونش فيه تعلق به الشيء اللي أنت عايزه وملهوف وعندك شغف في الحاجة دي أنها تحصل لك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه جزئية الدعاء أنت كده هو يعني اسم من أسماء الله أنت هتدعي به فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل الدعاء مستجاب بس فيه شرط ما لم تستعجل إذن يبقى أنت المطلوب منك تدعي وما تستعجلش تبقى لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تاخد به السبب اللي وصلك للدعوة اللي أنت بتدعيها حاجة اللي توصلك يعني انتبه من انتبه من جزئية الإشارات اللي تجيلك بعد الدعوة بعد الورد اللي أنت بتعمله ده يعني تبقى منتبه أنت بتعمل إيه ربنا يبارك فيكم وما أحرمنا منكم أبدا ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة